السلام عليكم يا ناس الخير و شرحكم شرحتكم كامل لباس عسلامة و مرحبا بكم كامل في هذا الفيديو هذا الفيديو سيكون الموضوع كما وعدتكم في اخر مالا كيف نتصرفوا في الميزانية و الشهرية كيف نقسموها باش ان شاء الله مهما كانت هذه الشهرية صغيرة و قليلة تكفينا كامل الشهر بإذن الله تعالى نحن نعطيكم نصائح كيف نتصرف المال و فراتب و كيف هم بعض الحيال و بعض النصائح اللي انا نعمل بهم بشكل كامل لا نوقعوش في هذه الموضوع و لازم تصل فيه و مهم فهذا الفيديو شحال و انتوما تجدوا فيه فبإذن الله بإذن الله رحين تخرجوا منه بمنفعة يلا بسم الله رحش نوري لكم كيف تقسموا مثلا شهريات عزوج ملايين شهريات ع تلت ملايين هذا الشيء ما رحش ينفع الجامع يعني لو كان نحكم نقسم شهريات ع تلت ملايين رح يستنفع منها فقط ربما لي خلصت لت ملايين وصحاب ربعة وصحاب زوج جيتوا ما رحش يستفادوا من هذا الفيديو فانا خممت اني نوري لكم الطريقة و نعطي لكم نسبة كيف تقسموا شهريات ع عوض اني نعطي لكم مبالغ المبالغ رح تحدد الفئة لا رح تستفاد من هذا الفيديو هذا بش نتفع قبل ما نبدأوا نقسم الشهريات عنا نازم نعرفوا بلي لازمنا بعض الأدوات جسما باش نقسموها تقدو تستعملوا دي بتيت زنفلوب يعني أضريفة تشروها من المكتابة وتستعملوها كل ضرف تحطو فيه مثلا المبلغ يكون اللي تحقوه ولا اللي راكم خصينو لمصروف معين مثلا اون انفلوب بتاع الصحة هذي كتاع الزيارة تاع الطابيب ولا شراء تاع الأدوية ولا اون انفلوب واحدة أخرى خاصة بربما المشتريات تاع المواد الغدائية انفلوب واحدة أخرى خاصة بمشتريات تاع الملابس الى آخيره تقدو تستعملوا دونك أضريفة لكن بون الأضريفة فيها وعليها يتبحروا يتقطعوا المهم طيب غير مو بخاتيك ايضونك كاينين هدوما هدوما البلانر الخاصين بتنظيم الميزانية هدوما تشريوه مرة وراح نستعمله طول حياتكم يعني حاجة تشرتوك تكون حاجة صوليد حاجة يعني تعدوان تشرووها مرة اسا ايضا أنا البلانر اللي عنديها ولي كيفاش يجي كي تفتحوه تلقاو فيها مجموعة من الأضريفة البلاستيكية دونك حاجة اللي يعني اللي بيتعكم كي يكون داخل ما يقصو لارو طوبة للماء ما يفسد ما يتقطع ما والو بيان بخوتجي الظرف تاعكم راهو ان بلاستيك دونك حتى هو ما يصرالو والو فيهش حال من ضرف اللي هنية وكاين تاني اللي هنة اللي هنية مولساقات هدوما الملساقات مكتوب فيهم مجموعة من يعني انواع تاع المصرف اللي نقدرو يكونوا عندنا مثلا اللي هنة واقانس، بروجي، اوتر عنا اللي هنة غامدان، عيد، صداقات، تخنسبور، بوتة، فاتمان، كورس، فاكتور، وواتور الى اخيره المهم، سنتي، ايكل، بيبي الى اخيره هدوما مقترحات بيان سور وانتوما بيانسوف هدوما الاضريفة تقدرو تزيدوا انواع اخرى من المصرف حسب كل واحد يعني كل واحد تختلف انواع تاع المصرف تاوع لحساب الاحتياجات تاوع هدوما التاني كاين مجموعة اللي هنية من البطاقات هدوما البطاقات ووش تكاين فيهم؟ كاين فيهم جدول هاد الجدول فيه، دونك، لما تكتبو الشهر اللي راكم فيه شحال فوز افتية كي تصرفوا فيه ذاك الموى، شحال فوز افتية كي تصرفتو فيه ذاك الشهر وشحال تكونوا يعني وفرتو فيه ذاك الشهر اول خطوه ندروها باش نقسموا الشهرية تاعنا هو اننا نقسموا دابغ المصرف تاعنا الى قسمين دي كاتيجوري دي تنس اللي كاتيجوري دي تنس تاوعنا وشنو هما؟ عندنا في الحقيقة حنايا نصرفو زوج انواع من المصرف المصروف اللي لازم علينا نخرجوه ما نتحكموش فيه انا هدك نسميه الالتزامات احين ناخدوها هكذا يا زوج ورقة ونكتبو اللولا نكتبو فوقها الالتزامات الالتزامات وش يدخل فيها يدخل فيها كامل المصروف اللي ما نتحكموش فيه كما قلنا يعني فاتورة فاتورة ما نتحكمش فيها مشي انا اللي نتحكم في المبلغ ولا نقول هاد شهر نخلص كادا وما نخلصش كادا الى فاتجات الفاتورة لازم تتخلص كما راهي فراهي تدخل ضمن الالتزامات لانه واجب عليك انك تخلصها او منطن ما تتحكمش فيها ما تقدر تنقص فيها ما تقدر تزيد اذا هاني قسمت البلانر تاعي الى التزامات في الالتزامات وش قلنا الى كنخدينا مثلا من هادومة احنا يعلبنا بلي عندنا بلك اكتر من هاد الانواع او ربما اقل الموعم كل واحد اذا نلقيتو في هاد المجموعة الى ديبانس تحكم كامل سنتقدو تزيدو بطاقات كما راني ديرا انا الى هنا يا الوغ في الالتزامات وش حين نلقا ونلقا الاول حاجة هما الوغ لي فاكتور هانا قلنا لي فاكتور راحوا نلسقوا هاد البطاقة ولا الملسقة هادية على فاكتور فوق الظرف اللول وراح ننضيرو فيه المبلغ الخاص بالفواتير تاعنا لقد عنا لي فاكتور عنا ربما وشنو هما اللي منقضوش نتحكمو فيهم وراهم هنا يا مثلا ايكل في الايكل انا نعتبرها مثلا روضة مثلا الروضة لازم كل شهر تخلصي الروضة مبلغ هادك ما تتحكمش فيه وراهوا دونك انتزام مثلا الروضة مثلا اللي عندهم ربما ولادهم في ديز ايكل بخيفي كيف كيف ما يقدروش يتحكمو في هادك المبلغ يعني كما يجيهم المبلغ هادك لازم يتدفعوه وراهوا وعنا في الالتزامات بعضنا تاني مثلا الكي رائح بصلا ما نقدروش ننساو باللي ماشي كامل الناس هي دارهم ملكية فالكرا هو تاني داخل ضمن الالتزامات يعني من المصرف اللي ما نتحكموش فيه وليازم نخليولو لبوديتاعو شاك مو فالا دونك بعد ما نكملو كامل يعني المصرف هذا اللي داخل في الالتزامات يعني ما نقدرش نتحكم فيه لا بالزيادة لا بالنقسان لا بالتأخير ربما ولا التأجيل فنهاري طيح لازم يتخلص وهادك المبلغ والدغني سنتيم دوركا هذا النحيه جسي اوبليجي كلي ما كاشو في الشهرية تعي ننساه تماما جسي اوبليجي دلو ديپانسي دونك النحيه دو كوتي جي لالدوزيام كاتيجوري دو ديپانس وهي الاحتياجات الاحتياجات الفرق بين الالتزامات والاحتياجات هو انو الالتزامات كي ما قلنا ما نتحكموش فيها حاجة لازمة وما نتحكموش فيها الاحتياجات باركنت هي حاجة لازمة صح بالصح نتحكمو فيها مثلا لو تدخل في الكاتيجوري تعال الاحتياجات مثلا تدخل كما الهنا يالي كورس اكيد لازم ناكله و لازم نشربه و لازم نقضيه و لازم هذي خضره هذي فاكيه هذي هذي أليمونتاز شعيته بالصح هو عبارة عن مصروف نقدره نتحكمه فيه إذا كان شفت روحي مثلا هذي الشهر أراني في بحبوحة كما نقوله مالية هالي نراح ندل بوشي هذي الحم هذي كبدة هذي فالا وش بش نفهمكم يعني بطريقة سهلة إذا شفت روحي يعني مزيرة شوية أكيد أني راح نشري هذي الاحتياجات بس كيه حاجة لازمة صح نتحكم فيها نقص شوية نشري حاجة أرخص في الثامن في عضو ما نشري الحم با هذي المرة نشري ربما الجاج في عضو ما نشري الجاج ما نقدر لهش تطلع بزاف عياه هذي المرة ناكله بلا الحم ندرو حاجة يعني ما تطلبش يكون فيها لوحم هايليك وش نسميها أنا الاحتياجات التي يمكن التحكم فيها كيما قلنا من بينها الكورس من بينها كذلك ربما لفتما إذا كان خص أولادك ربما ملابس ما راكيش أبليجي تروحي تشري من ماركة ربما عالمية إلا كان راكي مزيرة شوية أبا تقدري تتحكمي في هذا المصروف ممي لك حاجة لازمة أكيد مش حصل أولادنا بلا حوايج لكن تقدري تتحكمي في هاد الميزانية أنك تشري ربما ملابس من السوق ماشي أبليجي من محلات فاخيرة ولا تدخل فيها مثلا بوتي أكيد كل إمرأة لازم لها أساسيات تاع مواد تجميل دونك على الأقل ديو دوغان على الأقل عطر على الأقل غاسول هكا ربما للوجه هيتو فأنتي راح تتحكمي في الماركات تاع الأشياء اللي راح تشريها إذا شتروح حكم زيرة هكيد تشري حاجة ربما أرخص من اللي شريتها أشهر اللي فت وش يدخل فيها تاني يدخل فيها ربما كذلك نقولو وش نقولو اللي هنا يا اللي يدخل فيها نقدرون نقولو مثلا اللي كادو إلا راكي مزيرا يتو الحق ربما عيد ميلاد جسيبا عيد ميلاد أمك أختك جسيبا أبع في عدم تشيلها كادو سنسلات عدها برحة موهم الأمثلة راحي كثيرة ما حش نطول عليكم في هاتش راح نفهمنا لبخانسيب دونك في كل وحدة اللي هنا راح نجي ونحط المبلغ اللي راني حابة نخصه لكل مشي حابة اللي راني مجبرة يعني صراحة يعني لو كان نقولو فنحب هاتش اللي زنفلوبيت عموا رحتي يقولو هكذا صح ولا لا لا ملا غالب راح ننقسمو حسب ما يعني نقدروا عليه فالله نوك لهنا كل وحدة راح نحط فيها المبلغ اللي راني مخصيتو ويحنا ننذيرو في هاد التقسيم تاع المصروف تاع الاحتياجات اللي راهو يدخل ضمن القسم تاع الاحتياجات راح ناكيد تكونوا يعني لاحظتوا انو اصلا حتى الاحتياجات راح يمقسمة الى فئات وحدة اخرى تاع المصروف كين هنا ينراهو مصروف كيما نقولو ضروري ما كاش كيفاش تنحيه صح تقدري تتحكمي فيه صح ما كاش كيفاش تستغني عليه تماما مثلا الكورس مثلا الملابس اذا كان خصول هذك ملابس مشاهات قدري تبعتيهم بلا حوايج كين مثلا هنا بوتي كين كذلك كادو معليش راحين نكمل نديروا التقسيم تعنا ونشرح لكم مثلا بوتي صح يعني هو عبارة عن مصروف ضمن الاحتياجات لكن انا داكو باللي ما راهوش ضروري نقدروا نقعدو بلا عطر نقدروا نقعدو بلا غاسول معليش نغسلوا بالصابون نغمالته مهم بالصح انا نعتبر باللي هاد يعني الانواع تعل المصروف حتى وإذا كان ما راهوش ضرورية من ناحية يعني لازمة باش نعيش صح ضرورية للنفسية يعني ما نقدرش نتخيل مثلا مرأة تخدم شهر كامل وهي مسكينة نود بكري تروح تحكم 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 تلحق للخدمة تبلعية تخدم منهار كامل تعود تولي العشية في السيكولاسي ما تلحق شهر لنصاصلي تدخل تتعب تزيد تكمل شغول تعالدار وفي الآخير ما تخصص شي وكان مبلغ صغير باش تكافأ نفسها انا هذا صح يعني ما راحش ضروري باش نعيش بصح ضروري للنفسية تعي مثلا تشري لنفسك حاجة حبيتيها تشري ملابس جديدة تفرحي بيها تشري تروحي للحلاقة تروحي للمطعم ربما انت والزوج تعك المهم اي حاجة لتقدر تفرحك وطلع لك من المعنوية تعك وتخليك ربما تحس بلي تعبك ما راحش خسارة هدك شهر فديري لها حسابها لانه يعني صراحة ما نحن الا بشر ديري في بالك بلي لو كان ما تديريش حساب لهذا المصرف تاع مثلا بوتي خرجات كادو مشتريات دي كويت ديري في بالك بلي راحة تشيري تشيري مثلا لانك خرجتي وروحتي للسوق عجبتك حاجة كما نقول راحة تتغري تروحي تشيريها ويش راحة تديري راحة تلقي راحك كليتي من الميزانيات على الاشياء الضرورية لانك وعلاش ما تكون شدرتي حساب لهذا المصرف فتلقي راحك صرفتي من حاجة وحدة اخرى واللي هنالي راحة يتخلط لك التسير تاعك تاع الميزانية تاعك والتسير تاعك تاع الشهرية والتم اللي تلقي راحك شهرية تاعك ما كفاتك فانا بالنسبة ليا هدو ما لي كاتيجوري حاجة لازمة والا نواصل المهم انه الاحتياجات تعني نقسموهم مثلا نقول نعتبر انه في الاحتياجات هينقسمو الاحتياجات الى 50% مصروف ضروري 30% هدك المصروف يعني داخل في الاحتياجات الغير ضرورية كما قلنا من قبل مثلا بوتي كادو الى اخير وانقسموه تاني هد الكاتيجوري الاحتياجات نزيدو حتى هينقسموها 20% وحدة اخرين 50% كما قلنا احتياجات ضرورية 30% غير ضرورية والعشرين بالمئة الاخرى نقسموها الى توفير واحتياجات التوفير والاحتياج مثلا ربما عندنا سنتي سيدخل فيها سنتي توفير والاحتياج راح نديرو فيها سنتي مثلا سنتي مع البناش هدك شهر اسك ربي راح يعفينا من الامراض ما نزحقوش نروح للطبيب ولا بالعكس راح نكامل نمر دو وهذا يعدي هذا ولازم يجوز هذا للطبيب والاخر وشير لغضونس وتو دونك هذا تاني لازم نحطوله الميزانية تاعه وإلى كان في هدك شهر هدك المبلغ اللي حطيناه في هاد الظرف ما تصرف والحمد لله ربي يعني مبلغ نبحت مرض في هدك الشهر هاد المبلغ راح يروح سيستيماتيكم للضرف تاع التوفير مادم ما صرفناهم ش على هاد يعني الكاتيغوري دو دي بانس مادم ما صرفناهاش على العصانتي هادك شهر ما رحنا لطبيب مشينا أدوية والحمد لله نحيو هاد المبلغ من الظرف تاع العصانتي ونحطوه في ضرف وحد اخر خاص بالتوفير ونخبيهم وكل شهر رح نقوم بنفس العملية باش ان شاء الله تكون عندي انفلوب تاع التوفير داخل تاني في العشرين بالمياه هادو تاع التوفير والاحتياط الصداقة 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 ما تنسوهاش خصصوا مبلغ معين ومحدد من الشهر ياتعكم للصداقة باش ربي يبارك لكم في الاموال ديالكم ويبارك لكم في ولادكم وفي داركم وفي اي حاجة تقوموا بها ديروا الصداقة انا نحب دايما اني نخصص مبلغ معين تحبو تضحكو نحب يكون عندي هكا نخرج من الراتب ديالي باش نديروا صداقة عباكم باش تنطبق علي الاية القرآنية اللي تقول والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم داكار ممكن نحب نكون من هاد الفئة ان شاء الله ربي جعلنا عنها هنا تنطبعنا مثلا هاد القائمة الملثاقات عنها مثلا رمضان عيد vacances proje الوغل هنا مثلا رمضان عيد vacances ستكون بيان كون ديروهم هوا تنطبعهم في انفلوب حتى وإلى قاعدة فارغة ونخليوها كلما مثلا ربما كما قلنا هنا يقبي لا سنتي مثلا في هذا الشهر ما محتى حاجة أنا نكون اللي هنا يوجد يون انفلوب نخليها هي اللخ كامل حط فيها مثلا رمضان رمضان نزيد نحط فيها مثلا عيد نحط فيها في نفس الانفلوبة مثلا vacances نحط فيها proje نحط فيها أخر نحط فيها المهم أي حاجة مثلا سورتي دي كو يلا نحط يا الله حدث شغل ما شي لازم وعلى بنبلي راحين ياخدونا أموال نحط هم تاني مع هاد الظرف رمضان وتاع العيد يعني المواسم كامل اللي على بنبلي راحين يزيد وياخدو منا ميزانية زيادة اللي هنا كيف نعمر هاد الظرف تاعي راح نعمر أول حاجة بهاد وما لدخل في الاحتياط يعني قابل نصرف هم قابل لالا يعني أحسن المثال هو الصحة فهذا شهر إلا كان ما رح لطبيب ماشي لتي دواء ما ولو راح تختي هاد المبلغ اللي كنت خصص لها صحة راح يجي هاد شهر اللي هنة راح يجي هاد شهر اللي هنة تخبي هاد المبلغ كما قلنا إلا كان ماشي للإحتياط راح يجوز دي غاك تمول التوفير التوفري ولا تخبي هاد المواسم مثلا تاني راح تقدري من هاد وما مثلا كادو ربما درت حسابك باش تشري مثلا هادية لما ك ب 300 ألف ولا فينا الملقة لها أم بو كادو بميتين ها نحكم نزيد النحية والصرف اللي قاعد لنا من هاد كادو نحطوه اللي هنا كتوفير التوفير هذا راح يكون إما باش نصرفه كيما قلنا في موسم معين ولا ربما لان بخوجي معين راك توجدي له فالا إلا أقول لكم هادوما كامل تقدروا تديرهم في من قبل أكيد عندك هادوما لفيش اللي راح تعمريهم باش تقدير تديري انسوي كما قولوا بالسنتيم للأموال ديالك والشهرية ديالك هام لك كامل للجدول هادا يا حي يساعدك بزاف باش تكون عندك نظرة على كيف راك تصرف وشن هو المصروف راك راك زايدة فيه شوية ربما لازم الشهر لجي تنقصي منه إلى آخيره شحال يعني وفرتي هذا شحال صرفتي أس كونتي يعني قريبة ما بين وش كونتي يعني أس كون كين فرق كبير ولم كين فرق كبير لازم تحاول تعالج هادا الامر في الشهر المقبل بالتالي هادو ما لي فيش سيساعدوكم بزاف بزاف بالإضافة لأنه كبير بالتالي ما حاش تخرجيهم معك برا وتقعد أصرف 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 هذا يعني شي اللول شي ثاني راهم توفر بعدة ألوان أنا راه عندي في اللون الأحمر متوفر في عدة ألوان اللي حبت له مم هنخلي لها الصفحة وين تقدر تلقى هاد البلانر صفحة تلقى سنخليها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف ودوكا خلونا إن شاء الله نجوزوا لبعض النصائح اللي نعطيهم لكم باش توفروا الأموال ديالكم من بين أهم النصائح للمدهلكم باش توفروا الأموال تاعكم أول حاجة أنك تحددي هدف ولا مشروع في راسك قال في آخر سنة لازم نلحق X دينا يعني مبلغ معين ديره وحدديه قولي تجربة شخصية تجربة شخصية قدمت خرجي قدمت ديبونسي بس كما قلنا قبيلة ما نحن إلا باش تخرجي برد تشوف في حاجة تشهيها تقولي أوه فناني نخدم مالكي فاش نحر مروحي ما تنك ما تشوفيش هذه المغرايات تنك ما تشوفيش حاجة عجباتك ما رحش تحسي بالحاجة أنك تشريها أما أنك تروحي وتشوفي في المحلات أكيد أنك رايحة تشري النصيحة تلتا هو أنك عمرك ما تخرجي وتحطي الشهرية تاعك في السك وتخرجي بها كيكونوا عندنا دراهم في السك هادشي راح يسهل علينا أننا أكيد يسهل علينا ويسمح لنا أننا نشري وأي حاجة نجوز عليها دراهم في جيبنا آه ولغرها دي مليحة آية تدخلي للدار تلقي السك تاعك يعني شهرية سراحت أما أنك تخلي دراهم في الدار كما راهم لهنا هاد البلانر يتحط في الدار ماشي باش يتديه معاك شوف وقض منه ما نظن أنك راح تقدير ترفديه معاك برا في السك هذا يقعد في الدار نصيحة وحد أخرى ربما للي ما يخرجوش الشهريات ويخليوها في البنك للي خليوها في البنك نقول لكم بلي كينا واحد لوبسيون تقدروا تطلبوا من البنك تاعكم أنها تخصص مبلغ معين كل ما يتدخل يعني الشهرية تاعكم في الكنت ديالكم البنك تحكم أوتوماتيكم هادك المبلغ تطيرو ديغاكتوم في الحساب بتاعكم تاع التوفير هكذا تانيا هاد شي راح يساعدكم باش ناصحة اخيرة باش نوفروا المل تاعنا ومن بذروه راح نتبعوا في الدار تاعنا سياسة مكافحة التبذير ماذا هي سياسة مكافحة التبذير تواس بلاننا نطيبوا مثلا الماكلة اه هذا قطست وشا طعضا القطست وشا للاعلم مو خيبير مهم قلتلكم نكافحوا التبذير بعدة طرق في الدار وبهذا اول حاجة كما قلنا نطيبوا كميات لازمة تاع الماكلة مشيحنا يزوج نطيبوا قصة عشر مشي وسمون عشر ونرمو هذي اول حاجة تاني حاجة نحاول اننا نستهلكوا مثلا المشتريات تاعنا قبل ما تفسد مثلا الاشي نخو دار ولا نستهلكوها في الوقت اللي ما زالها يعني مليحة مشي نشر ونرمو المشتريات مثلا بعض الامور اللي ربما حتى انها فسدة نسي مثلا الخبز يابس نحاول ندروا بها اطباق نحاول ندروا بها حلويات المهم هذي الامور اللي ربما تبين كمتافها لكن راه في المقابل تخليكم توفروا اموال ولا وطفيفة معليش لكن تلقا ورحكم باللي وفرتوا مبالغ شوية هذا الفيديو كان مطلوب من العديد من المتابعات نتمنى ان شاء الله يا ربي انه تكونوا استفدتم منه واخذتم منه نفعكم باش كيف اقبخ كيف نقسم الشهريات والميزانية وكما سبق وقلت هذه عن تجربتي شخصية ومعنش ربما عندي تخصص هذا المجال ولا معلومات عامقة لكن هذا هو الشي اللي اعتمد انا ولقيت عليه الحمد الله نتيجة ايجاب لا فحبيت اني نتقاسم معكم اذا كان شفتوا بلي خصة حاجة ولا ربما حاجة مهمة ولا معلكم اغر تخلوها في التعليقات وكاين طرق وحد اخر تاني في تقسم الشهريات نقول هذه الطريقة الوحيدة ولا ربما الاحسن لكن كان يحاول يقسم الشهريات على اسابيع شهريات يقسم الشهريات على ربعة كل اسبوع يخص ميزان مهم طرق متعددة نتمنى ان شاء الله ان الطريقة تكون عجبتكم وقلت لكم الى كان خص اي حاجة ولا عندكم استفسار ولا طلب الامر ان ندير ربما جزء تاني لهذا الفيديو لمالا اليوم راح نحبس الهنا باش منطول ربما الفيديو اكتر من هذا لكن الى طلب الامر ان ندير جزء تاني ما كان حتى مشكل المهم انكم تكون مشتركين ومرحبا بكم تاني كاملا على صفحتي على انستاغغام اللي هي مريم لايف ستايل انا دوك معلي اغنضرب لكم موعد في الايام المقبلة في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله قريبا جدا جدا دي سينا نقول تهلا وليس بزفر وحتيكم وتبقوا على خير يناس الخير